لعبة الرعب النفسي الكلاسيكية سالنت هيل 2 ترجع بأفضل صورة سلسلة سالنت هيل واللي توقفت لسنوات طويلة كونامي قررت انها تصدر نسخة جديدة محسنة للجزء الثاني من السلسلة واللي صدر على بلاي سيشن 2 عام 2001 والنسخة جديدة من تطوير فريق بلوبر تبدأ احداث هذا الجزء لما يستقبل جيمس هندرلند رسالة من زوج تاماري المتوفية من سنوات ويروح فيها إلى مدينة التل الصامت المهجورة وتبدأ المغامرة النفسية في اكتشاف الكثير من الأسرار من هي ماري وهل هي ميتة فعلا وكيف لشخص ميت أن يرسل رسالة سلسلة سالنت هيل تعتبر من الألعاب الرعب النفسي مع الكثير من الغاز المعقدة ورح تقابل في رحلة جيمس الكثير من الشخصيات اللي لها أبعاد مختلفة في القصة فالنسخة المحسنة تم تغيير التوجه الفني بحيث أن يكون أكثر واقعية من ناحة السرد القصصي والرسوم وتفاصيل الشخصيات وتعابيرها وتم تطوير الأداء الصوتي للشخصيات مع إضافة الكثير من الحوارات الجديدة بين الشخصيات طريقة اللعب تشبه النسخة الأصلية وحافظ على نفس الأسلوب بحيث يكون عندك خريطة تقلط صفحها وبتلاحظ أن جيمس يرسم علامات حمراء ويكتب ملاحظات تساعدك تعرف وين تروح والقتال يبيتم بدأ أنك تواجه الوحوش مباشرة وتم تحسين طريقة التصويب وتغييرها إلى منظور الكتف والوحوش صاروا أذكى ويحتاجون تفادي لضرباتهم في توقيت المناسب فيه الغاز يجب أن تحلها عن طريقة الأبيات الشعرية كعادة السلسلة وفيه الكثير من الأرقام السرية على الأقفال وليحتاج أنك تبحث عنها وغيرها من الغاز في هذه النسخة تم توسيع المنطقة صاروا فيها الكثير من المباني والأماكن الجديدة اللي ما كانت تقدر تدخل لها في اللعبة الأصلية وتقدر تستكشف المنطقة وتجمع الأدوات وغيرها أكيد كل مناطق الأصلية موجودة لو تم تصميمها بطريقة مختلفة لعبة سال انتل 2 تصدر على بلاسجين 5 والبي سي في 8 أكتوبر عام 2024 أعطيكم العافية والمتابعة ومع السلامة